لا شك أن حل الأزمة الليبية سينعكس على استقرار وأمن معظم الدول ولن يقتصر الأمر على كونه محليا فقط وهذا ما يفسر دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمحاولات الاستقرار التي يسعى إليها الشعب من خلال عقد الانتخابات وإنهاء الفوضى والتخبط ومن هذا المنطلق قال رئيس لجنة الأمن الوطني بالبرلمان الإيطالي أودليف أورسو إن بلاده يمكنها فعل الكثير لحل الأزمة الليبية وبالتعاون مع بعض القوى الإقليمية ولكن هناك أطراف أخرى كروسيا وتركيا لهم رأي آخر بحسب قوله أورسو قال أيضا إن ليبيا انزلقت لعملية لم ترغب بها وأثرت على مصالحتها الوطنية وتسببت بحدوث الانقسامات وذلك عندما تدخلت الدول الخارجية عسكريا وغاب التشاور في أوروبا وبالتالي دخلت البلاد بحالة الفوضى المنتشرة منذ ذلك الحين وإلى الآن أيضا أوضح رئيس اللجنة أن روسيا وتركيا تبحثان عن مصالحهما الشخصية فروسيا على سبيل المثال تبحث عن منفذ في البحر المتوسط مع قواعدها العسكرية في روسيا ومع ما يمكن أن يكون حتى في ليبيا وتركيا تسعى لفرض مخطط الإمبراطورية العثمانية الجديدة في جميع أنحاء رقعة الشطرنج في الشرق الأوسط الكبير من روسيا إلى القرن الإفريقي على حد قوله ويرى مراقبون أن التدخلات الخارجية ومحاولة تحقيق المصالح الذاتية للدول على حساب بعضها يمكن أن يتسبب بانهيار أي نظام مهما كانت قوته ولذا على جميع الفاعلين الوطنيين منع أي تدخلات خارجية لا تصب بمصلحة البلاد حفاظا على أمنها واستقرارها